منتابع مشاهدينا وفقراتنا ومنوصل لفقرة شبابيك مع الشاعر الأوركس بيتي صباح الخير صباح النور زينا كيف فيك اليوم؟ صامي ده جايبر أنه الربيع ما بده يجرح فاق جبناه غزمن عنه والله شلقنا للربيع وللألوان وللفتاتين الممردة مزبوط هيدا السنة أكتر من أي سنة محاسين أنه هيك بحاجة نشوف الشمس المزبوط الألوان قدما نحنا كمان هيك حياتنا اليومية صارت صحبة ناطرين برك التقس بغير لنا شوي المزاج شاعة طبعا فهيك بس أنت اليوم مش معرر أتغير لنا المود ليبتي لنا موضوع شوي دعا موضوع شوي هيك كمان في قلبه سودوية بس أنه موجود بالحياة صح هالحقيقة لكن يلي هيدا الحقيقة أبعرف نيلور كتير عبر الزمن دايما منسمع عن كل الأشخاص المبدعين والأدباء الكبار يلي انتحروا أو قتلوا حتى أوقات كتير صح ليه؟ صل قصة شنجل ما عادت عن هيدا الضمان هيدا حلقتنا لليوم هلا أنا اخترت هيدا العنوان أنه أدباء ينتحرون لأنه بتسائب بكرة بـ 28 أذار 1941 ملأت الكاتبة الإنجليزية فيرجينيا رولف جيوب معطفها بالحجارة ومن غرفتها ومن غرفتها إلى الجسر حيث نهر أوز رمت بنفسها من على الجسر وماتت غرقا انتحرت فبكرة بسائب ذكرى رحيلة 90 فقالنا بمناسبة هذا الموت أو هذا الانتحار خلينا نضوي على تجربة الأدباء اللي انتحروا واللي هي ظاهرة يعني مش أنه واحد واثنين بإحصاء بيقول أنه 150 مبدع انتحروا بالقرن العشرين 150 يعني عدد كبير بيناتهم عشر عرب هذا العدد ويمكن هيدا الشيء لوركا منشوفه كتير حتى بكل أنواع الفن عادة مع أنه النظرة بتكون مختلفة يعني بتكون النظرة أنه هولي أشخاص عندهم فكر حلو مثقفين لازم يبعدوا عن هيدا الشيء يمكن هلأ خليل حديثنا معرضين لهيدا الموضوع هلأ الشعرة كمان إحصائيا الشعرة هني معرضين أكتر للانتحار من بيليهن الروائيين من بعدها آخر شيء الممثلين يعني بيعمللك إحصاءات هلأ من خلال الحلقة راح نكتشف شو الدوافع النفسية والمنطقية لهيدا الظاهرة يعني عملنا البحث تابعولنا عفتلا ولازم أقول كمان أنا اكتقبت أنا عم أحضر هيدا الحلقة أخذت معي ثلاث ايام لأنه من مقال لمقال ومن حياة لحياة من قصة لقصة بتحسي حالك معنية بالموضوع خاصة أنا بهيدا المجال طبعا إنه هو شخصيات دايما يعني زلالهم جواتك بطريقة أو أخرى تايد الشارع عن قلبك لورك أنت شخص إيجابي على ساح بس بحس نهاية هيك لا يا عم مبعيش شارع بس ما فيه جسورة لما لقي جسر اللوزية تابعول فيروس حانتحر عنه خلينا نفوت بالموضوع فإذا فيرجينيا رولف هي كاتبة ملأة الدنيا كانت جميلة جدا وأديبة ومثقفة وبالرغم من هيك لم تمنعها هذه الشهرة أو هذه الكتب الرويات لأنتجتها ما منعتها من شو من الانتحار بالرغم أنه بمطرح الكتابة هي علاج هي علاج نفسه هي أنه الواحد بدهر مقنوناته أو مكبوتاته على الورق بالرغم من هيك لأ ذهبت إلى الانتحار من بعد نوبات جنون كانت تنتابع صاحبة السيدة دالواي هذه هي رويات الشهيرة يعني كانت تقول النضج يجعلنا نفقد بعد بعض الوهج لأجل أوهام أخرى يعني كلما نضج للإنسان كلما بيخسر الوهج بطريقة كتير مختلفة وبطل يعطي إيميل لأمورك بالسابق يمكن كتير يعطيها أهمية أو تأثر عليها بعدهم بصير يستلشي بأشياء لكن نسمع بالحياة أنه البسطاء هنه ناس بعيشوا حلح حسن أفضل أقل خسائر ممكنة نعم هذه الفتاة تعرضت للتحرش الجنسي هي صغيرة من أشقاها اتنين وكانت بتعيش بعائلة في قلبها 8 أولاد ما بين إخواتها وأشقاها ومع بي مؤرخ مع أم كمان مميزة وكانت طفولة لو ما هيد الحادسة كانت في الطفولة رح تكون جيدة وكانت منذ كان عمره 9 سنوات تكتب طرائف عن العائلة يعني شو بتصير قشة بتضحك تكتبها بس ولكن من خذلين إلى خذلين ومن تجربة صعبة إلى أخرى ومن انكسار إلى انكسار صار في عندها نوع من الانيار العقلي والانيار العصبي أدى إلى نوع من الذهان مرض الذهان أو إذا نوبات الجنون لو قلنا كمان توفت والدتها والدتها وهذا شيء يعني مثل خلص الذي قسم الظهر البعير يعني لأنه أم كانت صحبة كتير معه وكانت من الأمهات المتفانية بوقتها صارعت نوبيتها صارعت جنونها وقررت أن تتزوج وتنجب أطفال بالرغم أنه هي عندها هذه الحيرة وهذا القلق والإضراب تزوجت وأنجبت ولدين وتعلمت الطهي لتفوت بالجو العائلي ولكن هذا الشيء لم يمنعها من أن تغادر غرفتها إلى النهر وترمي بنفسها من بعد ما وضعت التحجارة لتغرق بالمعطف طبعا جوزة لقى ثلاث رسائل تركته رسالة إلو رسالة إلو ورسالة لأختها اللي هي رسامي كمان مشهورة ومعروفة واللي بوقت من الأوقات شكلت منافس إلها فاريشة مقابل القلم كأنه ورسالة إلى الناشر اللي بينشر لها قالت له لا تنشر لي رواية ما يمكن تدرج الفصل لأنها سخيفة وبلهاء يعني ما تنشرها تخيلها قدش كانت مكتئبة وأدت إلى موتها هلأ ما تركت رسالة لأولادة؟ لا الأولادة كان صغار كتير يعني لا ما تركت له رسالة هي لو فكرت فيون شوية ما كانت ممكن ربما قتلت نفسها بعد عشرين عام أطلق أرنست همينجوي لهو صاحب رواية لمن تقرع الأجراس رصاصة من مندقيته المفضلة على رأسه واضعا بذلك حدا لحياته التي كانت مضطربة بآخرة بالرغم أن هذا الروائي العظيم نال جائزة نوبل للأداب يعني تخيل هذا المجد اللي وصله لم يمنعه من الانتحار ومن الاكتئاب بالعكس لما نال هذه الجائزة زادت تعاسته أكتر ليه لأنه اعتقد أنه من بعده سوف لم يكتب أفضل مما أوصلوا لهذه الجائزة فهذا الشيء أدى إلى خوفه وقلقه أكتر وهو كان يخاف من كل شيء ومن لا شيء كان يخاف هذا القلق المضطرب يعني تخيلي فهو من قال ما من شيء لتكتب كل ما عليك فعله أن تجلس أمام الآلة الكاتبة وتبدأ بالنزيف بالنزيف تخيل الكتابة هي عن جد وجع وجع ونزيف وأن تلقي كل هذه الهموم تبعيتك أو كل الانكسارات تمام الملأة تمام الناس يعني بس هو هل هيدا الشيء بيكون لأنه الشخص هو كمان بيكون كتير يقس بغض النظر عن شو هلأ بالتفسيرنا النفسي هنشوف إذا الشيء له علاقة بالأدباء ولا بالناس حتوصل بس حتى ما غلبتوا رأي ويفوتوا ببعض هلأ موصلها فبس بدي شير هون بين هلالين لأنه إلى أنه كمان رواقي ياباني اسمه كاواباتا معروف من أهم رواقيين كمان نيل جايزة نوبل هو كمان انتحر هيدا ما بدي أحكي قصته أنا بس لأنه هو اتنين نيلين نوبل فأشرت لهم من بعده بعامين لحقته الشاعر الأمريكي سيلفيا بلاث سيلفيا معروفة جدا شاعره متقده شاعره مشعه مهمه حافظين شعره ومترجم شعره إلى كل لغات العالم وضعت رأسه بالفرن ما حرقت حاله بالغاز برمت الحتماع بالغاز بس قبل شو عملت عفكرة فيها يعني مشهدية للانتحار القصيدة الأخيرة هي بتكون القصيدة الأخيرة هي الشكل للانتحار ولزقت تحت البواب لزقتهم حتى ما يفوت الغاز على غرف أولادة عندها ولدان حطتهم حليب وكعك وغراض يكلوهن ولزقت وماتت بهذا الغاز القاتل طبعا تنشق تنشق الغاز بس انتبهت لفكرة أنه إذا في أولادة أنه زبطتهم أحوالهم يعني تخيلي هايدي كمان شاعر أمريكي يقلنا موهوبة كانت زوجة كمان شاعر بريطاني كتير مهم اسمه تيد هيوز وتيد هيوز هو ما بدي أقول يعني سبب بس وليك من الأسباب اللي قدت إلى انتحارة لأنه كمان عشقة عليها امرأة أخرى بابتت كنا كلنا انتحارنا لو بس هذا زيد من اكتئابة كونه يعني إذا بدنا نقول الشاعر أو الكاتب كائن هش رقيق عرفته يجرح بسرعة لأنه يتحسس الأشياء بطريقة مضاعفة يعني كائن مضاعف يمكن بيصير مع إنسان عادي ما بدي أقول عادي ومش عادي يعني هلأ أنه عادي ما بيكتب شي بيصير معه الكاتب شي يعني يتلقف الفكرة بطريقة غير وغيري بيحس فيها بطريقة غير هلأ في نساعة من الناس ما بيتعمم يعني على كونه يمكن كتاب مثل ما قلنا لأنه كمان الطرق اللي عم بينتحروا فيها ممكن عملك مشهدية قصائد وعكل حال هم بيكتبوها يعني فأيضا يرى علماء كنت عم قول عن قبل اللحظة شوي هم في شغلة بدي أقولها مهمة إرنست هيمينجوي اللي كنا عم نحكي عنه المهم واللي نال جهزة نوبل بيقوله علماء نفس عنه أنه هذا الشخص كان مريض بالبيبولر اللي هو الثناء القطبين وورثه هدي وراثة هدا المرض وراثة وورثه عن أهله ويقال بعلم النفس أنه كأنه تتبع الانتحار لأنه شايف بيه عم ينتحر يعني بيه انتحر كان طبيب مهم ومشهور طبيب انتحر فتتبع الموت ومسك بيده وذهب إليه يعني لم ينتظره فمن بقى فإذن سيلفي بلاف قلناه أنه انتحرت ويقال بعلم النفس أنه هي كمين أرادت أن تذهب إلى الموت لأنه لأت بيه عم بيموت ما انتحر بيه ولكن لم يهتم بصحته يعني انتحار من نوع آخر الواحد أعمل صحته فتركها كانت صغيرة ووحيدة كان عمرة 8 سنين وذهبت إليه طوعا إلى الموت وقد حكي أنه عند سماع الشاعرة عن سيكستون شاعرة كمين أمريكية بانتحار هامينغوي أشادت بجرأته قالت أنه جريء وقدرته على انهاء حياته بدل أن ينيه الموت وهو عجوز حزين ووحيد لا بالعكس هو اختار الموت واختار شكل موته بينما هي ذاتها عندما سمعت خبر انتحار صديقتها اللي كان صديقتها وزميلتها سيلفيا بلاث سرخت قائلة كنت أولى بهذا الموت يجب أنا أن أموت وليس هي وبعد 12 عام من موت بلاث قررت أن اللحاق بها كمان لبست المعطف بقولولك يعني إذا بتقري قصصهم لبست معطف الفرو لهادتها يا أمه يعني في سيناريو وذهبت إلى باب المرقاب سكرت كل الأبواب ودورت السيارة وشمت الغاز تبع السيارة القاتل فبعد كذا يوم لقوها يعلن قتل خبر انتحارة بيت الـ 74 أم نحكي هلا أكيد فيرجينيا وولف اللي حكينا عننا أو لوحدة ليست أول منتحرين ولا أن سيكستون إغرون قبلوا وبعد في الكثير من الأدباء اللي انتحروا سؤال هون بيطرح حالو من فوت العلم النفس السائلتينية أنه هل يعتبر الاكتئاب المرضي الذي يؤدي إلى الانتحار والذي يصبه أكثر الأدباء والببدعين هو ضريبة التمييز والإبداع أو أن معرفة الحياة على حقيقتها والإسراف بإدراك الإشياء يعني تتتقنين إسراف الشغلات والشعور بها حقا هو مرض بحد ذاته يجعل من الحياة تستحيل هذا سؤال من أبرز الروائيين اليابانيين اللي انتحروا هو ميشيمة ميشيمة عنده روايات يعني تركت أثر كبير بالأدب الإنساني هذا الشخص قضى منتحرا على طريقة بقولولك الساموراي طريقة الساموراي الي بيجيبوا السيف بيفوتوا السيف ببطنهم بيقتل حالهم بيكون معهم مرافق بيقطع له رأسه تخيل إنه هذا يعني طريقة شريفة ساموراي فهو رد على هو كان سياسي هيدا ميشيمة ورد على الوضع المتردي السياسي والإنساني اللي حكم وقتا باليابان الكثير من الأدباء الكثير من الشعراء سارة كين اللي هي كانت كاتبة مسرحيات واللي كتبت بخمسة سنين ست مسرحيات كمان قدت حياتها والخذلين والإحساس الزيد وإدراك على الأمور وما بعرفش صير معها كمان أكثر منيك كمان إلى الانتحار بمصحات على فكرة واللي ما انتحروا عاشوا حياتهم بمصح عقلي فتفسير طبيبي أمريكية تفسيرها بتقول أنه العوامل هي زيتا اللي بتأجج ملكة الإبداع واللي بتخلي الشاعر عنده هذه الانفعالات وهذه العواطف المتأججة واللي بتخليه يكتب واللي بتصاحبه برحلته الفنية مثل الطاقة المتزايدة الذكاء المتقد عدم الصبر المزاج المتقلب هي نفسة يمكن هي زيتا اللي بتعمل هذه الأمراض التفسية واللي بتأدي يعني عنده شوفي مننا صراع ما بين أنه هني زيتا العوامل اللي بيخلوك تكتبه هني زيتا بيأدوا فيكي إلى الانتحار قال دي بعد معنا وقت ما بقى معنا وقت ما معنا وقت سريع زيتا عن زيتا العوامل على السريع بدي أقول أنه ألبير كامو هذا الفلسوف فسر فكرة أنه برأيه الانتحار هو هروب وهو نفي لوجود المشكلة لا بالعكس كان لازم أنه نحنا نواجهها بأنه نكتب عنها يعني واحد الكاتب يوظف فنه من أجل مواجهة هذا الاكتئاب وهذا العصاب بودلير اللي درسني بالثانوي بودلير يعني بعت رسالة إلى حبيبته وقال أنه هو سينتحر وسأقتل نفسي ولم قعد أستطيع بما معناه مش حافظته بس أنا أطيق فكرة أنه تشرق الشمس وتغيب يوميا هذا الملل هذا الضجر الوجودي بس هو حاول انتحاره ولم يموت ميت لاحقا بمرض الزهري اسمه أكي هاختصر آخر شي بيه خليل حاوي خليل حاوي هو شاعر لبناني معروف اللي كاتب قصيدة يعبرونا الجسرة في الصبح وخفافا أضلع يمتدت لهم جسرة وطيد واللي اللي حنم رسال خليفة واللي كان هو شاعر ثوري هو انتحاره وقفه على شرفة منزله في بيروت حين ب82 حين اشتاح الجيش الإسرائيلي والدبابة الإسرائيلية وصلت إلى بيروت بالبندقية انتحار ربما كان رد على هذا الخيل يعني لوصله اللبنانية أو بيروت هذا الخذلان هذا الحزن النوفة الإسرائيلية عليه فرده هو كان بس مريض اكتئاب قبل يعني مش فقط هذا الشيء بد يكون فيه مجهز لهذا الموضوع طبعا يعني ما بعرف الحديث يمكن عن الانتحار أو عن الأشخاص اللي يمكن بينهوا حياتهم أنا بلاقيه شي كثير دقيق عالم تعتبره مثل ما قلت قبل أنه هو يمكن قوة أنه يقدر الشخص ينهي حياته هذا سؤال هو جبن ولا جرأة أنه تذهبين إلى الموت وقلة إيمان بتخيل كل واحد ربما هو جبن تجاه الحياة أنك تواجيها ولكن هو جرأة أنك كمان تذهب إلى الموت بيديكي وأن لا تنتظرينه يعني يعني أسفل أولي وجودية كوحة الفلسفية ما عدد جواب عليهم صح صح دايما فيه احتمالات نحن ندعو إلى الأمل والحياة دايما طبعا وأنه دايما فيه إشياء حلوة لازموها تطلع فيها طبعا وفيه مسؤوليات بالحياة كمان ويوظف هذه الانفعالات يوظفها لصالح فنه حتى لو كان الفن بحذته يعني سوداوي خاصة وخاصة بس يكون عندنا شعارة وقدبة وفنانين وأشخاص بيكونوا قدوة بالمجتمع بتخيل لازم يكونوا نوعا ما الذكاء اللي عندهم يتجه على إيجابية معينة على أمور يقدروا يحسنوا فيها المجتمع مش ينهو حياتهم لأنه ولا مرة يمكن في شي بيستاهل أنه ننهي حياتنا كلماله والحياة تتغير أو أشخاص صحيح أو أشخاص شكرا لأيك لوركا بشوفكنا على رد شكرا زينا